هذه أبرز العناوين مدرب أصصونا يفاجئ الزلزولي بعد مباراة ريال مادريد ولدرق راقي يبعد ثلاث لاعبين رسميا عن المنتخب المغربي ولدرق راقي يدرس استبعاد لاعبين بارز من مونديال قطر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب أصصونا يفاجئ الزلزولي بعد مباراة ريال مادريد نجح فريق أصصونا في إقاف قطار انتصارات ريال مادريد بالتعادل الإيجابي بهدف لمتله مساء أمس الأحد ضمن منافسة الجولة السابع من الدور الإسباني على ملعب السانتياغو بيرنبيو وقدم اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي أداء مميزا أمام ريال مادريد بملعب البرنبيو وذلك في المواجهات التي جمعت الفريق الملكي بضيفه أصصونا وقد أشهد مدرب أصصونا جاكوبا أرستي بالدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي كثيرا بعد نهاية المباراة وقال لقد قدم لنا الزلزول الكثير بالفعل إنه لاعب مختلف لقد فهمنا اليوم أن بإمكانه تقديم عروض فردي على الرغم من أن المباراة كانت طويلة بالنسبة لها إنه صغير جدا في السن وفي مرحلة النمو وسيعطينا الكثير وسيكون لاعبا مهما مع برشلونة وليد راقراقي يبعد ثلاث لاعب رسميا عن المنتخب المغربي حاول النخيب الوطني وليد راقراقي وضع بصمته الخاصة على لائحة الفريق الوطني التي وجهت وديا منتخب تشيل والباراقواي ومع اقتراب نهائية مونديا القطر 2022 سيكون ثلاث محترفين خارج مفكرة ربان أصد الأطلس وأكدت جريدة المنتخب بأن الأمر يتعلق بعادل تعراب لاعب النصر الإماراتية وإيمان برقوق لاعب مينزا الألماني وأيضا صوفيا شاكل لاعب لوفان البلجيكي الذي لن يعود لللاعب مع المنتخب المغربي بعدما كان دائما التواجد مع البوصني وحيد خلال زيتش شأنه في ذلك شأن التنائي برقوق وتعرابت من جهة أخرى توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعرض من الاتحاد الضانماركي لكرة القدم لإقامة مباراة إعدادية دولية بين منتخبي البلدين في نوانبر المقبل تحضير للمشاركة في نهائية كأس العالم وينتظر أن تجرى المباراة الإعدادية الدولية التي قد تكون الأخيرة لمنتخب أصد الأطلس قبل دخول غمار نهائية كأس العالم في أحد الملاعب القطرية أو في أحد دول الخليج العربية بحكم أن موعد المباراة سيكون قريبا من تاريخ انطلاق مونديا القطار وينغب الطاقم التقني المشرف على منتخب دانمارك الذي يقوده المدريب كاسبر هيلومدا في ملاقة منتخب أصد الأطلس لقياس مدى جهزية لاعبه لخوض غمار نهائية كأس العالم فضلا عن كون المنتخب المغربي سيكون محاكا حقيقيا للاعبيها بغرض التعرف على طريقة لعب منتخبات منطقة شمال أفريقيا علما أن منتخب دانمارك سيوجه في دور المجموعات منتخب تونس في المقابل ستكون المباراة الإعدادية أمام منتخب دانمارك فرصة للناخب الوطني وليد راقراجي من أجل الحسم في التشكيلة التي سيخوض بها غمار المونديال والنهج التكتيكي الذي سيختاره لملاقاة منتخبات المجموعة السادسة فضلا عن كون المباراة ستكون فرصة لدخول لعب في أجواء المونديال بملاقاة منتخب قوي من قيمة دانمارك وليد راقراجي يدرس استبعاد لعب بارز من مونديال قطر بات الاستبعاد من كأس العالم قطر 2022 يهدد لعب بارز في المنتخب المغربي وحسب موقع سيت أنفو فإن الإصابات المتتالية التي تعرض لها ويتعرض لها الجواء اليميق قد تبعده عن مونديال قطر ويشغل الجواء اليميق مركز مدافع أوسط في فريق بلد الوالد الإسباني العائد إلى أحضان قسم الكبار هذا العام وخض اليميق 13 دقيقة في الفوز الأخير لبلد الوالد على خطافي لحساب الجولة السابعة من الدور الإسباني ولم يلعب اليميق كثيرا هذا العام إذ شارك في ثلاث مباريات منها واحدة رسمية وأخرى لم يكمل فيها 22 دقيقة بنيله لبطاقة حمراء والأخير يوم السابت أمام خطافي بمعدل 13 دقيقة ويعاني اليميق من ويلات الإصابة التي تلاحقه في مبارية كثيرة والتي قد تبعده عن مونديال قطر 2022 ويعد اليميق واحدا من أفضل المدافعين في المغرب الذي نجح في كتابة اسمه بحرف من ذهب مفضلا تكوين والاحتراف في أوروبا على أموالي الخليج العربية وينافس اليميق على مقعد يمثل فيها المنتخب المغربي بموندي القطر ينفس كل من بضربان والساميماي ودو من جديد سأشتري قميص المنتخب الجزائري عاد الدولي والمغرب الصابق عبد المودو ليستفز المغرب من جديد بمنشور على الفيسبوك حول جدل سريقة الترات المغرب من قبل المنتخب الجزائري مدافع المنتخب المغربي السابق عبد السلام ودو قال في تدوينة على الفيسبوك أنه سيقوم بشراء قميس المنتخب الجزائري والذي أحدث درجة كبيرة لدى الشارع المغربي وأضف أسباب هذا المأزق هو حول قميس المنتخب الجزائري الشقيق دليل على قربنا وأخواتنا هناك الكثير من الأشياء التي تربطنا أكثر مما تفرقنا ليختث مواد حديثة قائلا دعونا نوفر أموال الشكاوى المسخرة ضد أديداص والجزائر في المساعدة في ترميم العديد من المدارس والمراكز التقافية لإزالة الغبن عن أبناء وطننا أحمد البهجة حمد الله يعشق التحدي وهو أفضل مهاجم مغربي حاليا أكد أحمد البهجة اللاعب الدولي والمغربي السابق نجم النصر والاتحاد السابق على أن مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الكلاسيكو السعودي يوم الأحد شكلت عاملا إيجابيا على اللاعب وفريقها وأضف البهجة في حوار مع صحفة الرياضية السعودية قائلا وجود حمد الله يقع في مصلحة الاتحاد فهو يعشق التحدي كما أنه أفضل مهاجم مغربي حاليا وما زلت أستغرب من عدم استدائه للمنتخب وتبع البهجة لا أحد يعرف سبب المشكلة بين حمد الله وإدارة المنتخب المغربية لكنه كما ذكرت يبقى أفضل مهاجم مغربي المغربي مونير المحمد يكشف سير السمرر المنافسة مع ياسين بونو يعتبر الحارس المغربي مونير المحمد من أفضل الحراس المغرب الذين يحضون بثقة كثيرة من المدربين الذين تنوبوا على تدريب أصود الأطلس فقد كان صاحب الثلاثة والثلاث عاما محطة تيقة كل من المغربي بادو الزاكي والفرنسي هرفيرينار والبوسني وحيد خلال الزاك بالإضافة إلى المغربي وليد راقراجي وفضل المحمد هذا الموسم الاحتراف في صفوف نادي الوحدة السعودية بعدما تألق سنوات طويلة خلال تجاربه في الدولة الإسبانية أو التركية وفي تصريحه للعربي الجديد أكد الحارس المحمد أنه سعيد بالدفاع عن قميس المنتخب المغربي ومستعد لخوض الثاني تجربتين في نهاية كأس العالم بقطر 2022 بعدما كان ضمن الجيل الذي شارك في آخر النسخة لمونديال روسيا 2018 وفي هذا الأطار تحدث قائلا أن أجد سعيد بحضوري دوما مع المنتخب المغربي أتمنى أن أكون دائما في قيمة الجهوزية للدفاع عن قميس منتخب بلدي وتبع المحمد في الوقت الحالي زميل ياسين بون هو الذي يحرص مرمى المنتخب المغربي وأنا متفاهم معها ونكمل واحدا الآخر أعيش معه على إقاعي منافسة شريفة والسير من ورأي استمرار في العطاء والتنافس هو العمل في التدريبات وتقديم أداء جيد في المباريات واختزم مونير أتق في نفسي كثيرا وأريد النجاح في الدولة السعودية مثل ما كان عليه الحال داخل إسبانيا وتركيا العمل هو الذي يجعل أي رياضي يحقق الأهدف التي يشتغل من أجلها